وناخد أول اتصال معنا لأستاذ صلاح أستاذ صلاح أهلنا فضيلة الشيخ وسعيد بأننا أسمع صوتك وكل سنة وعادرتك طيب وحدك طيب وبصحة وبسلامة فضل لحاجة صلاح السؤالي لو سمحت أنا تجاوزت السمانين من عمري ربنا يجعلهم بركة وخير ونور وفضل يا رب وأنا بصلي الحقيقة ما بقاش في درجة التركيز بتخفى فمعرفش ركعت مرة سجدت مرتين ولا تلاتة وعلى هذا الأساس من هنا يعني بتأثر وأنا بصلي فماذا أفعل حضرتك ما بتقدرش تتأقن في كل الصلاوات كل الصلاوات فيها بيبع عندك مشكلة شكلة في كل الصلاوات بالضبط جدا طيب حضرتك ما عندكش أي شكل من أشكال الوسواس وده جديد عليك مع السن ولا ده طول عمر معك لا مع السن طيب مع السن فأنت حضرتك دلوقتي في كل الصلاوات بتحس أن أنت تيجي في تركع الرابعة تحس أن أنت صليت في تل هل أنا ركعت تل ألاتة ولا ركعت أربعة سجدت مرتين ولا تلاتة هذا القبيل يعني بص يا سيدي خلينا نقول حاجة مهمة حاجة صلاح بالدراسة وبالفحص وإحنا طبعا نحن نجي نتكلم في المسائل دي بنكون عندنا اطلاع على ما أنتجه العلم فيما يتعلق بالكلام عن الوسواس القهري الوسواس في الحقيقة عنده مشكلة أن كل ما تستجيب لي لي يزداد يعني أي حد عنده وسواس معروف أنه لما يستجيب لي يزداد ووجدنا في الكتب القديمة العلماء هموا بيتكلموا على مسألة الوسواس بيقولوا أن احنا نصلي ونفعل في الصلاة ما يدفع الوسواس ما يدفع الوسواس فنعمل إيه؟ فنبني على الأكثر إذا كان الناس بتبني على الأقل فهذاكي تبني على الأكثر عشان تدفع الوسواس دي أحد طرق دفع الوسواس عند حضرتك واضح إن الطريقة اللي ينفع فيها تتخلص من ده هو إن أنت تدفع الوسواس تدفع الوسواس بـ إيه؟ بأن أنت تبني على الأكثر يعني إيه تبني على الأكثر؟ لأي إنت سلطة أربعة إنت سجدت أثنين ولا واحدة يبقى سجد اثنين وإن شاء الله رب أن يتقبل منك وينفع بيك ويحفظك يا رب نعم